اقبال كبير من السيدات لحضور المباراة المصيرية اليوم بين الهلال والنصر ولكل الفريقين قاعدة جماهيرية نسائية كبيرة حيث يشهد اليوم سيد جامعة الملك السعود في الرياض مباراة نصف نهائي كأس آسيا بين فريقي الهلال والنصر نتحدث أكثر عن القاعدة الجماهيرية ويضا تفاعل الجماهير من فئة النساء مع هذه المباراة مع ضيفتنا عبر الهاتف الكاتبة والأخصائية الاجتماعية الأستاذ درقية الهويريني أهلا بك أستاذ درقية مساء الخير أهلا حياك الله أهلا بك إذن هناك قاعدة جماهيرية نسائية كبيرة لكل الفريقين وهناك استعداد لحضور هذه المباراة كيف تنظرين إلى تأثير هذه القاعدة أو تأثير المباراة على الجماهير من النساء حقيقة الرياضة بذكر في القدم تعتبر مشهد حضاري كل الشعوب تشترك في حضها وصعي لنيل الكأس أو بالذات في النهائيات المقلق فقط بين المشجعات المسويات أو تشترك النساء معني وأنا أعتبر أنهم يعني ما فيك شيء من تشترك النساء ورجال كلهم لكن دخول المرأة للملاعب أوضح أن هناك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا عند السيدات حضور المباراة وهي تعتبر يعني ظاهرة جميلة شكليا يعني حضورها حضور المباريات ومشاركة بقية الجماهير هذا مظهر يعني اجتماعي أشوف أنه جميل جدا جميل كيف تفاعل المجتمع مع هذه المباراة بشكل عام وتأثير أيضا التعصب أثناء مثل هذه المباريات الكبيرة هو المقلق فقط يعني في المباريات بالذات المبارات الختامية هو إثارة الهداوات بين أفراد الأسرة وطبعا هذه معذلة كبيرة لأنها يعني أستر منها صرح كلمات قاسية وسخرية وحيانا تمتد للضرب والإذاء هذا طبعا يعني هذا هو الشيء السيء في المباريات الأسرة بالذات وهذا اللي يهمني أنا في الموضوع يعني لا بدني تكون الأسرة على مستوى راقي في التعامل مع الوجود منافسين يعني على بحيث أن يكون جزء منهم يشجع فريق والجزء الآخر أو واحد منهم أو كذا هذه طبعا تؤثر في النفس خصوصا لما تكون فيها سخية وفيها استهزاء وفيها هذه الأشياء هذه تفقد المبارات لذاتها التعلق المفرط بالأنذية الرياضية والفرق الرياضية وتشجيعها ترى ما هو فقط وصل للكبار هو حقيقة حتى وصل للأبصال وربما تشوف الآن لما نهاية المبارات تطلعون للأبصال إما أنهم مبتهجين لابسين نفس لون الفريق أو أنهم يبكون وتحس أنهم متأذين جدا من الخسارة والهزيمة هذا هو الشيء المقلق والمزعج في المباريات والذات المباريات النهائية ديميل أنا أشكرك الكاتبة والأخصائي الاجتماعية لأستاذ رقية الهويريني شكرا جزيلا لك